نذكر بتسلسل الأحداث فحسب المعلومات التي وردت بداية عن التلفزيون السوداني عن محاولة الانقلاب التي وصفت بالفاشلة كما أسلفنا بحسب مصادر عسكرية للعربية والحدث أنه هناك عدد من الضباط سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي كما أكدت أيضا المعلومات التي وردتنا أن المحاولة الانقلابية تتم السيطرة عليها حاليا مصدر عسكري أيضا أكد أن هناك تحركات لدبابات قرب جسر أمدرمان وأيضا تم السيطرة عليها بحسب المصادر هذه الدبابات مشاهدين تتحرك الآن من أمام السلاح الطبي وتغلق الطريق نحو كبري أمدرمان القديم جوار مقر البرلمان مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة كما تردنا الصور من العاصمة الخرطوم أيضا بحسب مصادر الحدث فإن المحاولة الانقلابية قامت بها مجموعة من النظام البائت في محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية هناك أيضا مصادر أخرى قالت أن سلاح المدرعات في هذه اللحظات هو خارج عن السيطرة وهناك أيضا تحرك لقوة محدودة تتم السيطرة عليها إذن هناك تضارب للمعلومات حول هذا الانقلاب البعض يصفه بالفاشل البعض الآخر يقول أن هناك سيطرة حتى اللحظة من قبل هذه المجموعة لا معلومات حتى اللحظة عن عدد المجموعة التي سيطرت بالفعل على سلاح المدرعات ربما من المبكر معرفة كل هذه المعلومات ضحى نحن نتابع الوضع عبر المراسلين وعبر الضيوف ومعك أيضا من العاصمة الخرطوم ونحن نتابع معك كل جديد ميا ربما نعود إليك أيضا لاحقا لمعرفة ما تحصلت علي من معلومات أخرى شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك